أهلاً بكم في درس جديد من دورة تعلم Web Applications وذلك باستخدام Framework Django تعلمنا ورأينا في الدرس السابق كيف نستطيع القيام بال Navigation والقيام بالتفاعل مع الواجهات مثلاً بإضافة أزلال كما رأينا والقيام بالانتقال بين الصفحات فيما بينها وذلك استنادة لما يسمى بالRedirect الموجودة في Django كما رأينا هنا ولكننا فعلياً نستطيع القيام بالتعبير عنها بأكثر من شكل وأكثر من طريقة فليس فقط عن طريق ملفات البيتون نستطيع القيام بالصدام الRedirect والانتقال بين الصفحات ولكن أيضاً نستطيع الانتقال بشكل مباشر وذلك عن طريق صفحات الHTML فمثلاً إذا أردنا القيام بالتعبير عن الانتقال لصفحة الآد هنا ولكن بشكل مغير وبشكل مباشر فأذهب مثلاً إلى هذه الصفحة هنا وسوف أقوم بتعليق هذا مواقعاً ونقوم عبداً عن ذلك في إنشاء رابط الشعوي ونقوم هنا مثلاً قوم بالذهاب إلى Add بهذا الشكل ونقوم بتسميتها مثلاً Add نقوم بالتحديد طبعاً لونها أبيض دعونا نقوم بالتعبير عن لونها مثلاً ونجعله مساوياً إلى الأسود إذا قمنا بالضغط عليه نرى كيف قمنا بالذهاب إلى Add وأستطيع أيضاً القيام بالتعبير عن هذه الانتقالات ليس فقط في إسلام روابط وإنما بالتابة ثوابط فهنا أقوم بالعودة فعلى سبيل المثال أستطيع هنا القيام بالانتقال إلى حالة معينة مثلاً هنا وذلك كما رأينا بصدام الإنستانس أعتقد إن لم يكن هناك أي مشكلة من ناحية الإنستانس كما رأينا سابقاً فسوف أقوم بالانتقال نعونا هنا أقوم بالذهاب إلى Add name للتأكد من الإسلام مثلاً هنا فهي GoTo إن أقوم بالذهاب إلى إنستانس GoTo فنرى هنا أنه يوجد مشكلة من ناحية القيام بالعود فهي Not Interable أي غير قابلة للعود لذلك هنا أعتقد يجب عليه القيام بالعودة إلى الشكل السابق وذلك بإضافة شرط الإس فإذا كانت مثلاً عم يقوم بإضافتها بهذا الشكل إذا كانت هذه الأوبجكت أكبر من الواحد عند ذلك قوم باستدام الفور وإلا فهنا قوم بالتعبير عن هذه بشكل فردي وذلك باستدام الأوبجكت بهذا الشكل إذا نقوم في نهاية المطاف بالتعبير عنها وتسكيرها وذلك بالEnd A من الآن نقوم بالتحديد فنراها بهذا الشكل جيد جداً الآن دعوني أقوم مثلاً من خلال هذه السفحة الرئيسية عندما أقوم مثلاً بالضغط عليها سوف أنتقل إلى الحالة الفرعية والتي هي Instance مثلاً الإسلوغ الذي يعبر عنها كيف أستطيع القيام بتالي؟ هنا مثلاً عندما نقوم بالضغط عليها كما رأينا هنا أستطيع القيام بإضافة رابط الشعوب مثلاً لنقول تعالي نقوم بالذهب إلى URL وهنا فنقوم بإضافة هذا الرابط هنا وهذا يعبر عن سلوغ خاص بالأوبجكت فنقول طبعاً ضمن أقواص object slug سلوغ لنرى الآن إذا قمنا بالتحديد والعودة إلى الصفحة الرئيسية وهنا نرى الرابط الشعوب في الأسفل وإذا قمنا بالضغط عليها ننتقل إلى هذه الصفحة جيدة جداً وأعتقد هنا بالمثل تمام في هذه الطريقة نستطيع القيام بالذهب إلى الإنستانس المعبر عن هذه الحالات الفردية وأستطيع القيام بالتعبير عن هذه ولكن كتابع موجود في الأوبجكت فللقيام بذلك نقوم بالذهب إلى المودل ونقوم هنا بتعريف هذا الفونكشن فنقول get absolute أعتقد هذا الاسم متعرف عليه فيجب كتابته بهذا الشكل نقوم هنا self وهنا return وذلك بهذه الإنستانس وهنا نقوم بوضع نقوم بكتابتها format ونقوم هنا self slug أعتقد بهذا الشكل لنرى الآن نقوم بالذهب إلى index وبدأ القيام بكتابتها بهذا الشكل فيكفي القيام بالتعبير عنها وذلك باستغلام object get absolute url بهذا الشكل نقوم بتحدي فأعتقد هنا بإضافتها على التابع الأول جيد جدا نرى كيف تعمل دون أي مشاكل فنستطيع عوضا عن الكتابة المجردة والمباشرة لهذه urls أستطيع قيام بالتعبير عنها بما أنها تنتمي لهذه الأوبجيكس بتعريفها بهذه الموجل بهذا الشكل وأستطيع أيضا القيام بستغلام packages والقيام بطبمين components بشكل مباشر دون الحاجة لكتابة أي شيء بشكل يدوي فمثلا عوضا عن كتابة هذه الـ components بشكل فردي كما رأينا هنا فهذا لو قمنا بإضافة navigation bars وذلك من الـ bootstrap فالقيام بذلك نستطيع هنا القيام بالذهب إلى bootstrap ونقوم بالذهب هنا مثلا get started ونقوم بالبحث عن navigation مثلا هنا navigation bar بهذا الشكل طبعا بحاجة أولا القيام بطبمين المكتبات المتعلقة بالcss في الـ bootstrap وذلك للتعرف على هذه الـ classes كيف ينبغي القيام بإبهار هذا الخارج دعوني أقوم هنا بإضافة مثلا template جديد لنقول مثلا navigation html ونقوم بإضافة هذه هنا من أجل القيام باستخدامها وتضمينها نستطيع هنا في الـ index دعوني أقوم مثلا بتعليق هذه مؤقتا ونقوم معوضا عن ذلك بتضمين استخدام include بهذه navigation html سوف نرى كيف سفطتها ولكن خالية من أي تصاميم وأي design لنرى نقوم بالتحديد فنراها بهذا الشكل إذا أردنا القيام بعرضها كما تبدو هنا فيجب علينا القيام بالـ main هنا هنا get started فسوف نقوم بنسخ هذا الرابط لنقوم بإضافته في الـ head ونقوم بإضافته المقدمة هنا بهذا الشكل لنرى الآن نقوم بالتحديد فنراها ظهرت بهذا المظهر طبعا ما زال هناك بعض الاختلافات والـ design ليس متناسقا إلى حدا كبير وذلك لأنني فعليا قمت بالتعديل على بعض الـ class بشكل مباشر فإذا قمنا باللقاء المنظر مثلا فنرى كيف قمت هنا بالتعديل على الرابط التشعبي بالشكل مباشر بدون إسناده إلى class لذلك لحل هذه المشكلة دعوني هنا على سبيل المثال نقوم بإضافة class يكون مثلا a star بهذا الشكل ونقوم بإضافته على جميع هذه الروابط التشعبية ونقوم هنا بإسناد هذه الـ attributes إلى هذا الـ class نرى الآن إذا قمنا بالتحديد فنراها بهذا الشكل كل حدا ما أصبحت بقبولة وجيدة ولكن هنا ما زال يوجد بعض الاختلافات عن النسخة الأسرية فإذا قمنا هنا مثلا بعرض هذا الـ inspect للذهاب إليه هنا فنرى بعض الاختلافات التي هي هنا مثلا فإجاب عليها قيام بجعل الـ inbox إذا قمت بتضمينه هنا مثلا مثلا box sizing وأيضا بالنسبة أعتقد هنا الـ hover إذا قمنا بالذهاب هنا وقلنا hover فأقوم أيضا بنسخها وأقوم بجعلها مساوية مثلا للـ الـ نرى الآن أقوم بالتحديد فنراها بهذا الشكل جيد جدا نرى كيف قمت بتضمين هذه الـ put style وإضافة لذلك قمت هنا بالتعديل على الـ styles الخاصة بهذه الـ components الموجودة مسبقا والتي قمت بتعريفها في زمن إنفائه وذلك بدورة CSS وقمت بتحقيق التعديلات اللازمة لضمار إظهار دون مشاكل على كل الطرفين الآن نستطيع القيام هنا بالتعديل على هذه المحتويات وذلك من أجل جعلها تعبر عن الصفحات الموجودة في هذا الموقع فإذا قلنا هنا بالذهاب إلى وقلنا هنا مثلا الـ h software وهنا مثلا بالنسبة للـ home قم بالذهاب إلى الصفحة الأساسية وبالنسبة للـ link قم بالتعبير عن الـ ad وقم بالذهاب إلى add قم بنسخ هذه أكثر من مرة مثلا delete قم بالذهاب إلى delete بهذا الشكل لنرىها أصبحت بهذا المظهر نرى هنا كيف كنت بالتعبير عن الـ ad delete أو الميل الأساسية بهذا الشكل ونرى هنا كيف أصبحت الواجهة أكثر اتزانة وأكثر احترافية باستخدام هذا الـ bootstrap الذي قمنا بتضميمه بشكل مباشر ونستطيع هنا استخدام السرش وذلك مثلا بجلب text الذي أقوم بإدخاله ومن ثم أقوم بمعالجة معينة استنادا لهذا الزر وبهذا الشكل نستطيع القناة بمختلف الإشكال ومختلف تطويرات بأكثر من شكل وأكثر من جانب إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية درسنا لليوم أرجو أن يكون الدرس قد مال أعجابكم وأبقاكم في الدرس القادم سلام